شوية بقى مرتبط بالأوليمبيك جيمز اللي بتحصل دلوقتي بس قبل ما اقول الخبر لازم اقول للناس هنت كده صغير ان فرنسا منعت الفرنسيات او رياضيات الفرنسيات انه هم يلبسوا الحجاب اثناء الأوليمبيكس ففي احد البرندات اللي مراتية اسمها لارا اكتف طلعت زي كامبين زكية جدا عشان تعترض على اللي بيحصل في الكامبين ده وانه هم بيباني يعني الحجاب بيعترضوا على موضوع يعني حظر الحجاب حظر الحجاب في الأوليمبيكس فالكامبين دي كانت معمولة بالAR تمام والواقع المعزز او الVR فهم كانوا يعني عارف انت اللي هو حاطين زي QR كود كده على تمثال ماريان وده تمثال او رمز الحرية في فرنسا فاللي بيعمل سكان للQR كود ده بيظهر له ان هي التمثال وهو لابس او هو محجب او لابس حجاب يعني فحركة زي دي طبعا الناس شايفاني حركة بيرمز دي الحرية الفرنسية فهم عملوا حاجة زي دي عشان يعني زي منقول كده معترضين عن الموضوع شوية وانهم ما يقول لهم يا جماعة لا انت بتعملوا غلط خصوصا ان فرنسا يعتبر من اكبر الدول اللي فيها جاليات مسلمة وفيها طبعا رياضيات ورياضيين كتير اوي مسلمين فحاجة زي دي يعني بالنسبة لهم سهيئة جدا خصوصا ان هو الموضوع جي بعد احد يعني الرياضيات في فرنسا منعوها ان هي تشارك وهي لمسح جاب وقال لك ان ده مش هينفع بالنسبة لنا فدي حاجة طبعا كانت سهيئة جدا خصوصا بقى ان هي جات بعد السيرموني بتاعت الافتتاح اللي الناس كلها شافت فيها كمية يعني حاجات الناس كلها استقرابت جدا حتى الدول الغربية مش احنا بس يعني قالك ده انتهاك لكل القوانين الانسانية وحاجة صعبة جدا هي فرنسا بتدعم ايه يعني هي كده بتوسيق للإسلام والمسيحية هي امعرفش يعني جال انت قدت من كل الاديان تقريبا اوه يعني بتدعمه ايه طيب هم بالنسبة لهم هم بيقولك احنا بندعم الحريات يعني كل اللي بيعمل ده الحريات بتقول ان انت الحريات عكسكة تماما هي الحرية عكس ان انت تتطهد دين او ان انت تتطهد رأي او كده يعني الحرية مش كده خلص الحرية ان انا معاديك مش كده مع كل ده بس هما للاسف فرنسا اللي ما يرفش برضو موضوع بتاع اللوحة او الافتتاحية انت ممكن تقولها برضو يا مصطفى هما عملوا يعني افتتاحية بصراحة غريبة جدا كان فيها زي تأليد لروحة العشاء الاخير للسيد المسيح بتاعة ليونارد دافنشي وعملينها كمان بطريقة يعني فيها تهزيق يعني مش بيعملها بشكل وحد قاعد ووحدة بتلبس ده حاجات غريبة جدا دخلها في بعض الناس ارفت أصلا من المنظر هما استبدلوها او جمع عملوها في الحفلة بتاعة ال silicon بيقلدوا اللوحة اللي هي بتاع العشاء الأخير فاستبدلوا الشخصيات اللي موجودة في اللوحة الحقيقية بشخصيات بقى شكلها بين قوي من شكلها يعني ان الشخصية دي مثلا مثلية او ان الشخصية دي اطفال مسلا فاحنا بندعم البيدوفيليا مسلا او شخصية يعني حاجات هاتلاقوها في اللوحة بقى الموضوع طبعا كان غريب جدا يعني فعشان كاب ولك هو الانتقادات جت لها يعني ليه طب بنمنع الحجاب يعني حاجة زي دي طبعا مشكلة كبيرة وعايز يقول لك الحاجة انت الهيسوري بتاع فرنسا تحديدا في الحاجات الرليتت بالإسلام مشهور جدا يعني طبعا الناس لو تفتكر موضوع شر اللي يبدو زمان اللي كان رسموه وصور موسيقى للرسول العسلات والسلام لأس كمان بقى عايز يقول لك يعني اعتقد فيها سكين ما تعرفهاش ان احد المنتخبات الفئات السينية الصغارة في فرنسا في كرة القدم يعني اعضاء مجلس الادارة في الاتحاد الفرنسي او احد الاعضاء يعني اكبرهم ان هما ما يكونش معاهم سجاج جد للصلاة في المعسكرات بتاعت المنتخب الفرنسي للشباب ده ليه موضوع غريب جدا فانت فرنسا بتحارب الموضوع بشكل مستفزة اوي ومش عارف ليه ما يكونش فيه رد على الموضوع ده ولان بقولك يا فيها اكبر جالية مسلمة في اوروبا او من اكبر جاليات مسلمة في اوروبا انه يحسر فان الموضوع ده حاجة صعبة جدا موضرين هم استغرب ان هما ضد الاسلام ده ضد حتى يعني هما ضد كل حاجة بسبب قليك الاكترية او اللي بيبقى فيها معظمها المشاكل بالاسلام اكتر فهو ده اللي بيخلي الناس مددقة شوية وفرنسا كمان حايز اقولك ان معظم الرياضيات بتاعتها يعني فيها مسلمين كتير جدا انت منتخب فرنسا كرة قادمة ده تقريبا نصه يعني مسلمين وافرقة الاتنين بس انت واخد بالك ان موضوع اللوحة وكده بيانتهم اكتر للناس كشفتهم بما نصح اموردي مكشوفين من الزمان بس برا مش واخدين بالهم يعني كشفتهم للجانب التاني يعني الناس يمكن عشان الموضوع العشاء الأخير اه ان الاسلام مش عرف ايطالع انهم اصلا عندهم مشاكل مع ناس كتير يعني ومن ضمن رجال العامل اللي تكلموا عن الموضوع ده كان نجيب سويرس اه دائي جدا من الموضوع ده ونزل بوست قال ان هي حاجة مؤرفة وقال ان هي حاجة اه يعني بشعة ومؤرفة وكان منزل يعني السورة بيقول ايه القرف ده وام مش هو بس الحقيقة لا فيه رجال عامل وناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده اه هو نجيب سويرس ام يعني هو ديانته مسيحية بس حتى المسلمين اعترضوا عن موضوع حتى الازهر الشريف عندنا في مصر كل ان نصطلع بيان طبعا انه معطرد على الموضوع ده وانه دي حاجة بتوهين الديانة اللي برضو ربنا نزلها فالموضوع الحقيقة مش احسن حقيقة فرنسا اليستريكتاها صعب جدا بس يعني الكمبينة دي يا جماعة نرجع لموضوعنا الاساسي الكمبينة اللي اتعاملت بالواقع المعزز او الواقع الافتراضي اللي هو الVR الكمبينة دي حلوة جدا يعني ان هي بتعمل حاجة اعتراض بطريقة راكية جدا يعني انا ده اللي عجبني ان هو اعتراض بطريقة راكية جدا يعني انا لا شتمت ولا قلت انا كل اللي انا عملته ان انا عملت طريقة كرييتف جدا بصراحة يعني انا بشكر اللي فكر في الموضوع ده